السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هاد مهار ان شاء الله نقدمو حل الحلقة ديال واحد دواء لي في الحلقة هو جديد ومنفرد من نوعي يعني ما كانش وعد ولا يعني متاح دبا عند البيطاري ومتاح عند يعني الصيدليات اللي فيتي غينيار اللي هو التحصين وليس علاج الفوري وانما هو تحصين ضد المرارة والكبد يعني امتفاخ المرارة والمشاكل اللي كتلقاها الكبد يعني الناس اللي كيخلطوا ما بين الحويج الناشفين وكيعتوتر الحويج الخضراء الحويج الخضراء وما اللي كيصبو في انتفاخ المرارة والنبولة كذلك المهم كين واحد الدواء اللي معروف وهو اه ام بي اس هادوك معروف اذاك الدواء كيدير عشرة درهم كيستعملو غالبا لبني كيوقع المراض يعني تاكيوقع المراض عاد باش كيمشو يديرو هادك الدواء وهذاك الدواء كيستعملوه ايضا يعني المر الفيطامي يعني مني كتفطم الصغار كتستعملو هادك الدواء انما هاددواء اللي يجبت لكم هاد النهار اسميتو هبارينول هبارينول عقلو عليها بعد يبقاش هبارينول هاددواء ماشي تاكيوقع المشكل وانما هو عبارة عن تحصين ممكن انكم تديروه للكبار والصغار للامهات العشار اللي كيردعو اي حاجة ممكن تديرونا هو الى شريتوه وشفتو اللون ديالو هاد اول لون ديالو يعني الرائحة ديالو هي مني كتشموه كتلقو فيه واحد الريحة ديال العصر الحر هاد الدواء راه عاد ولا مكانش اسميتو هبارينول هادا ماشي تا يوقع لك المشكل عاد باش تخدموه لا هاددواء هو عبارة عن تحصين والمشكل ديالو انه راخيص بحالو بحال تيام بي اس يعني شرطة اس هادا مني كيوقع للمشكل عاد باش كي كتدير هاداك الدواء ماشي تحصين على مدة عام هادا تحصين ديال العام يعني الناس بكيكم لي كيخلطوه ما بي الحويج الناشفة يعني كيكي اعطوه السيكاليم او الخبز الجاف او الدوراء او الشاعير ولكن كيخلطوه معاه الاشياء الخضراء او القشور ديال الفواكه مثلا القشور ديال الخضراء وات او الدواء هادا دوا فعال او راه بتجريبا او راه ما كان اعطيكم الحاجات انت اجربها او راني جربت هاددواء راه عام ونقدام خير الحمدلله وليت كان اعطيهم الاشياء الخضراء كان اعطيهم القشور ديال البطاطس القشور ديال ممكن تعطيهم الخص ممكن تعطيهم الفصة الخضراء اي حاجة كنت اعطيهم خضراء راه هالدواء هادا راه شي طفعال راه راه خسف الثمن راه بحاله بحال الدواء اللي كنت اعطيتكم شو حالها دي ديال الـ TMPS ولكن هالدواء هادا يعني الإفادة اللي فيه هو أنه دواء تكتحصين يعني ممكن تديروها من العام اللي عام وهدا ممكن أنكم تديروه للقاطع كامل يعني ليتردية الماء بحالهدا هي أن أعرف لكم طريقة ديال التسعمال ليتردية الماء بحالهدا كتجيبوه يعني هاد المحقانك يعطيها لكم معاه او تكون عندكم مشي مشكل وكتعمرو انا غالي نعمر طريقة قدامكم انتو ما هادي انتو مشحل من تدريجة خمسة دريجات يعني خمسة سنتيمتر سنتيمتر اللي اول تاني تل خمسة سنتيمتر كتعمروها كاملة هكا تعمر كاملة هانتو ما تل خمسة سنتيمتر ها هي هانتو ما تتعمر كاملة هانتو ما خمسة سنتيمتر وصافي تقدروها هنا بها الطريقة ها صافي وهادي هي انكم غدي تشدوها هاد اللي تر هذا غدي تفرقوه لهم على الى كان عندكم طاسات الى كان عندكم طاسات يعني كتحطوه في الطاسات كل واحد كتكبوله جغيمة 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 كان عندكم يعني الخزان دي الماء وعندكم شربات دي كل الحلامات ممكن انكم تكبوه تزيدوه مع الخزان دي الماء صافي وراه خدم مئة بالمئة اذا هاد هاد الطريقة هادي ممكن انكم يعني تخدموها من العام للعام يعني عندكم عام محلول بعشر دلاهم يعني في حقيقة راه يعني شي حاجة خيص في الثمن وهاد الدول راه ما كانش راه البيطاري عاد قال لي برحمة الوالدين يعني دير هاد الفيديو ونشره راه قاع الناس اللي محتاجين هاد حيث انا يرى اللي قتلوها هاد الدول اللي اديت عليك راه فعال في حقيقة راه خدم معايا مزيان قال لي وهاد دول هادا حاول انك تعطيه قال اي موربي ارانب راه جيد فعال وفعلا راه عبارة عن تحصين كين تحصين تسمم الدموي وكين تسمم المعاوي كيتستعملولو عبرة وراء غالية في الثمن كاسميتها سيفاباكس دير تسمم الدموي اسميتها كوني بخافاك اما هادا راه جيد فعال مرخيص في الثمن عشر دلاهم مشي شي حاجة ايبانيغول ايبانيغول هادا دول يعني الناس اللي كي خافوا انهم يعطيو الانانيب ديالهم الاشياء الخضراء هادا راه دواء جيد فعال الكيفية دي استعمار راه نوريتكم لمدة ثلاث ايام صافي مني نديرو ثلاث ايام هادا القنينة دي حتفضوا بها العام الجاي قلقوا راه صالحة ما ما كتضيع مواله خليها عام كله واني ممكن انها ضرب انا دابا راه صافي راه نديرو من يوم الاول جديدة وشي حاجة يعني الحمد لله رخيصة في الثامن اذا هاد هاد الليترو هادا غتفرقوه على القاطع كامل جغيما 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 كان عندكم الخزان كبوه كامل في الخزان وان شاء الله راه دواء فعال مئة بالمئة ولما الناس اللي ما فهموش طريقة ولا انا كرحب بالتعالق الطيبة ديالكم وانا راه نشارة باش نجاوب على الاجوبة ديالكم طريقة راه نوريتكم خمس سنتيمترات كتكبوها في لتر ديال الماء وكتعطيهم لمدة ثلاث ايام صافي كيولي عندهم تحصين معاوي مئة بالمئة اذا حلقة ديالنا ديال هاد نهار هي هادي كنتمنى ان اني نكون فتكم بهدواء اللي عاد يالله اخرج جديد اه تكيو الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زير جام باش تساندوني وزيد ما زال نبحث لكم على متل هاد هاد الادوية الرخيصة ومعلومات يعني القيمة اللي شحن في اللي كومنتير كيشكروني وكنحس انه اني بنيت واحد العائلة في هاد اليوتيوب كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم ناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زير جام باش تساندونا ودعمونا نزيدو القدام وتكيو على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله